لنكون واضحين أيضا أن بنكفير موجود على لائحة الإرهاب وهذا لم يمنع نتنياهو أن يعينه وزيرا ولكن لنضع هذا الأمر جانبا هل يمكن أن نتحدث عن عودة لمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع العراب الأمريكي لنقول الخيمة الأمريكية هل ممكن أن تعود إلى المفاوضات نحن نؤمن بحل الدولتين وكنا واضحين بهذا الخصوص منذ اليوم الأول وسنحاول وضع السياسات التي من شأنها تحقيق ذلك الولايات المتحدة اتخذت خطوات على مر الأعوام الماضية لمحاولة تحسين حياة الفلسطينيين من خلال تجديد مساعدات كانت قد جمدت في الأعوام السابقة ودعم الأونروا ونرى أننا أحرزنا بعض التقدم بالرغم من أن الفلسطينيين يعيشون ظروفا صعبة وقد كان العام الماضي في الضفة الغربية العام الأكثر دموية منذ فترة سنستمر في التزامنا بحل الدولتين ونرى أنه لتتمكن إسرائيل من العيش بسلام وازدهار سيتعين عليها إيجاد سبيل للمصالحة مع الفلسطينيين ونحن سندعم هذه الجهود